اشتركوا في القناة 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 والله احنا بنشوفها بعد يومينت لما تنزل على موقع طريق الإيمان أحسنت ذاك رك الله خير في عنا طبعا في الجامعة هنا 150 طالب ما شاء الله من دولة الكويت ويمثلون الشعب الكويتي والإسلام والعرب بأحسن صورة الحمد لله بارك الله فيك أحمد وبلغ سلامنا لكل الأخوة المسلمين الذين يعيشون هناك في بريطانيا واجتهدوا أيضا في وجودكم هناك في نشر الإسلام والدين وأشكره شكر جزيل لأن الوقت انتهى عندي هذا الفاصل الآن لابد أن يدخل علينا خلكم ميانا أيها الأخوة لكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر أمم كثيرة زالت من الأرض أين الرومان؟ راحوا ماذا بقي إلا صخورهم وآثارهم؟ أين الأغريق؟ إلا بعض الكتب انتهوا من الأرض؟ أين الفرس؟ أين الفراعنة؟ حضارات كثيرة زالت؟ إلا أمة الإسلام ستبقى ما بقي الليل والنهار ولن تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله هذه الأمة ستبقى لأنها الأمة الخالدة وبشائر النصر اليوم التي نراها من قتل الصهاينة هم يعلون في الأخبار وما ينشرون ولا يرون ضحاياهم وصور قتلاهم التي يبكون عليها ليلة نهار إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله لكن وتلك الأيام نداولها بين الناس إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون لكن في فرق وترجون من الله ما لا يرجون ليش أهل غزة واجب علينا نصرتهم لأن الله قال في القرآن وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر أحاديث آيات كثيرة إلا تفعله إلا تنصر بعضكم بعضا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير ما يفهم هذا إلا من دخل الإيمان في قلبه حق المقاومة مشروع حتى يطرد آخر صهيون من هذه الأرض المباركة هذا حقهم ما هو حق فقط المسلمين أي شعب في الأرض اليوم الفرنسيون ماذا صنعوا كمات منهم لما طردوا الألمان الجزائريون مليون شهيد حتى طردوا الفرنسيين الليبيون قتلى وشهداء منهم عمر المختار وغيره من المجاهدين حتى أخرجوا الإيطاليين هكذا الشعوب الحرة ما ترضى ما ترضى بالذل ولا بالاحتلال نحن اليوم واجب علينا نصرة غزة مو قضية فضل الحمد لله الكويتين تعودوا على هذا الأمر نصرة القضايا الإسلامية والعربية هذه في دمائنا في عروقنا ما هي قضية يعلمنا إياها واحد ولا ينهان عنها كاتب ساقط ولا منافق زنديق فاجر قلبه مع اليهود مو أنت اللي تعلمنا الكويتين الحمد لله بكل طوائفهم بكل توجهاتهم السياسية إسلامية وغير إسلامية كلها موكفة مع هالغزة مع الحق لأن حق إنساني وحق إسلامي لكن النصر قادم بإذن الله عز وجل خلونا نشوف هذا التقرير ونكملوا إياكم اليوم لابنعرف شنو أسباب النصر احنا يا جماعة شنو الأشياء قاعدين نسويها تقرب النصر لهذه الأمة يمكن الواحد فينا يقول يا أخي حنو موكف نصر لا هذه الأمة قادمة تبتشوفون الأدلة شوفوا المساجد كيف